وصلت وزارة دخلي حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 310 أطنان لمواد غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طنان وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغدائية والغير غدائية تم ضبط 112 طنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير متابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر